موضوع التسبيح مخوفا في التسبيح ومنشوف الثيم بيتكرر في أيام داود في أيام سليمان اللي عمله تنظيم وعمله شفتس يعني ورديات في مواعيد معينة يقوموا في التسبيح في الهيكل ومش بس يعني حتى لما بتقرأ في أيام يهوشفات التسبيح كان سبب انتصار عظيم للملك يهوشفات الملك ملك يهودا طبعا لأنه حط مسبحين سبحوا قبل المعركة وبعد المعركة كمان قاموا في التسبيح ومش بس حتى في المعارك وفي العبادات في الهيكل حتى في العهد الجديد يعني في مكان ما كنا نتوقع كان بولوس أسيلة موجودين في سجن فليبي لكن الكتاب بقول في أعمال 16 أي 25 كانا يصليان ويسبحان الله حدثت زلزلة انفتحت الأبواب انفكت قيود الجميع فالعاوز أقول التسبيح مش مجرد ترنيم بس فيه أكشن يعني فيه دايما أكشن من خلال التسبيح